ازايكم يا شباب عاملين ايه يا ربكم وكلكم بخير واهلا بكم في فيديو جديد من متجر جوجل بلاي طبعا النهاردة هنحصل مع بعض النقاط الاسبوعية هنخلي الفيديو سريع شوية غير كل مرة اول حاجة اقول لكم اعملوا اللايكات بس اعملوا اللايكات عشان انا بحاول اصرع الفيديو ومنتكلمش كتير ونجمع على طول ونتكلم في الحاجات المهمة على طول وننجز الفيديو في وقت بسيط جدا اول حاجة هقول لكم العروض المجانية اللي بتجيب نقاط حتى الان ما ظهرتش اي عروض شرح مبسط للعروض الموجودة ان انت لو شحنت في اي لعبة من اللعب او البرامج الموجودة قدامكم دي لك على الدولار الواحد شحن لازم تشحن بفلوس هتاخد اربع نقاط او خمس نقاط او خمس نقاط او اربع نقاط او ثلاث نقاط تمام? اما تحت هي عروض الاشتراكات لو انت مشترك في احدى البرامج دي طبعا لو انت متستخد بهم شبقا متشحنش فيهم متعملش فيهم اي حاجة غير كده انت بتاخد حسب المستوى بتاعك النقط اللي هو كاتبها لك فوق حسب المستوى بتاعك اه البرونزي بتاخد نقطة الدهري بتاخد نقطة او شوية لحد البلاتيني بتاخد اه واحد واربع من عشرة نقطة تمام يا شباب? طبعا ضافوا بعض الحاجات الجديدة في الاستخدام هبقى اشرح لكم لما يكون معنا نقاط ووشحن بها قدامكم طبعا هنخش في الميزات اللي هي الجايزة الاسبوعية طبعا ده المتجر امريكي اه بعلامة الدولار اه زي ما انتو شايفين قدامكم كده متجر بلاتيني بعلامة الدولار اه يعني الجايزة الاسبوعية بتاعتو بتوصل لحد خمسمية نقطة هندوس على كلمة مطالبة نقول باسم الله الرحمن الرحيم ونجمع مع بعض النقط يا رب خمسين نقطة يعني نص دولار تفاقنا يا شباب خمسين نقطة يعني نص دولار بقى معانا واحد وتمانين نقطة زي ما انتو شايفين نخش في المتجر الامريكي التاني وهو مستوى الدهبي ده المتجر الامريكي التاني يا شباب ودي علامة الدولار برضو نفس العروب موجودة مفيش طبيقات تحملها تحصل على نقاط معانا فيه اتنين وستين نقطة اه مفيش عروب مجانية الناس اللي بتسأل بتقول انا بحمل برامج ومش بيجيلي نقط مفيش عروض مجانية اللي عروض دي كلها بمقابل انك تدفع دولار او عروب مقابل اشتراكات لما يكون فيه انا هبلغكم برضو في فيديو او في المنتدى بتابعونا اول باول ما تنسوش تعملوا لايك طبعا الاستخدام بيبقى واحد في الامريكيين هنا المستوى الدهبي بتوصل لحد متين نقطة للجايزة الاسبوعية من كلمة الميزات هندوس عليها نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما اه حظ برضو مش حلو يمكن اللي فات كان خمسين نقطة لو هو نص دولار كانت افضل شوية اه هنا انا اه يعتبر في المستوى الدهبي ولكن حتى الان انا يعتبر في المستوى البرونزي لازم اه عشان احتفظ بالدهبي اجيب خمسمية سبعة وتمانين نقطة في خلال السنة دي لحد شهر اتناشر اللي جاي اه احنا طبعا لسه في شهر واحد الفين اتنين وعشرين لحد شهر اتنين وعشرين لازم اجيب خمسمية سبعة وتمانين نقطة انا بحاول اركز لكم بس على النقط والحاجات المهمة المتجر اللي معنا بعد كده هو المتجر البريطاني من المستوى الدهبي هنا خمسمية وتسعين نقطة عشان اوصل للدهبي العام المقبل وشرحنا العام المقبل دي يعني ايه يعني لحد شهر اتناشر قدامنا احتاشر شهر بالزبط اجمع في خمسمية وتسعين نقطة نفس العروب برضو مفيش عروض مجانية هنخش في الميزات سوري هنخش في الميزات ونجمع النقاط الاسبوعية بتوصل اتفاعنا لمستوى الدهبي الى 200 نقطة بسم الله خمس نقط طبعا كلكم في التعليات هتقولولي كل واحد حصل كام نقطة الاسبوع ده في المتاجر بتاعتكم هنا عندي المتجر الاخير وهو المتجر البريطاني من المستوى الفضي هنا بقيه مية اتنين واربعين نقطة عشان احتفز بالمستوى الدهبي اه سوري الفضي العام المقبل يعني انا ما اخو مية اتنين واربعين نقطة مش هبقى دهبي ده انا هحتفز بالفضي للعام المقبل يعني كاني برونزي بالزبط بس هو مديلي مميزات المستوى الفضي برضو الطبيقات زي ما هي بالزبط نفس اللي شرحناه في اللي فات هنخش على الجهزة الاسبوعية المستوى الفضي هنا الجهزة بتاعته بتوصل لحد مية نقطة فقط هندوس نقول باسم الله الرحمن الرحيم تلت نقطة ده كان حظنا النهاردة يا شباب ما تنساش تعملي لايك لو مش مشارك في القناة اشترك لو عندك اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات طبعا الناس القديمة معي تكتب لي كل واحد حصل كام نقطة اه في النقاط الاسبوعية الاسبوع ده زي ما احنا متعودين مع بعض اشوفكم على خير دايما في فيديو جديد ان شاء الله باي باي